قتل لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي لكرة القدم لوك فلورز رمياً بالرصاص أمس الأربعاء خلال تعرضه لعملية سطو بالسلاح على سيارته وأعلن نادي كايزر تشيفز على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي عن قتل مدافعه لوك فلورز بعد تعرضه لمحاولة سرقة سيارته في إحدى محطات الوقود وكتب النادي في منشور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بقدر كبير من الحزن نعلن أن لاعب كايزر تشيفز لوك فلورز فقد حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية خلال محاولة اختطاف في جوهانسبورغ أفكارنا وصلواتنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب سيتم الإبلاغ بمزيد من التفاصيل في الوقت المناسب ونتمنى أن ترقد روحه العزيزة في سلام وتعود تفاصيل الجريمة إلى ليلة الأربعاء عندما كان اللاعب جالساً داخل سيارته قبل أن يهاجمه رجلان مسلحان حاولا سرقة سيارته وفق الرواية الأمنية وقال متحدث باسم الشرطة لقد هدده المشتبهان بهما بمسدس وأخرجاه من السيارة قبل أن يطلقا عليه النار ويغادر أحد المشتبه بهما مع سيارة الضحية ليتبعه شريكه بسيارة أخرى هذا وما زالت التحقيقات جارية لتوقيف المشتبه بهما اللذان فر إلى مكان مجهول وكان الضحية البالغ أربع وعشرون عاماً يلعب كمدافع في فريق كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا أحد أشهر فرق كرة القدم بالبلاد كما لعب في صفوف منتخب بافانا بافانا تحت سن ثلاثة وعشرين عاماً وتسجل جنوب إفريقيا معدلات مرتفعة في نسب الجريمة حيث شهدت أربعة وثمانون جريمة قتل يومياً بين أكتوبر وديسمبر الفين وثلاثة وعشرين وفقاً للأرقام الرسمية ترجمة نانسي قنقر